الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم أنا وياكم يا ميس رح نحل أسئل الدرس الخصائص السكانية للدول المتقدمة والدول النامية صفحة 18 فيلا يا سابع أحذر دفتر أكتب اليوم والتاريخ والعنوان بخط واضح ومفهوم خلينا نبلش بالسؤال الأول عرف ما يلي الدول النامية معدل الخصوبة والتركيب الاقتصادي الدول النامية هي الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني وتعاني من ضعف التنمية إذن الدول النامية هو مصطلح يطلق على الدول التي ترتفع فيها الزيادة السكانية أو معدلات النمو السكاني وتعاني من ضعف في التنمية وتحتاج إلى مساعدات خارجية أما معدل الخصوبة هو معدد أو عدد المواليد الأحياء لكل امرأة في حياتها الإنجابية من 15 إلى 49 سنة إذن معدل الخصوبة هو مصطلح يطلق على المواليد الأحياء التي تنجبهم المرأة في حياتها الإنجابية والحياة الإنجابية تكون من 15 إلى 49 سنة أما التركيب الاقتصادي فهو توزيع السكان حسب النشاط الذي يمارسه الفرد بالعمل الصناعي أو الزراعية أو الخدمات إذن التركيب الاقتصادي هو أن يتم توزيع السكان حسب نشاطهم أو حسب المهنة التي يعملون بها سواء مثلا أشخاص بيعملوا بالصناعة بحثهم من فئة الصناعة أشخاص بيعملوا بالزراعة من فئة الزراعة وأشخاص بيعملوا بالخدمات من فئة الخدمات السؤال الثاني أذكر أسباب ما يلي ألف ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية يعزى لتحسن الخدمات الصحية وتوافر الرعاية والمطاعم الوقائية إذن ارتفع معدل الزيادة الطبيعية في الدول النامية أو ارتفاع عدد المواليد على عدد الأحياء بسبب أنه توفر وتحسرت الخدمات الصحية والرعاية والمطاعم الوقائية أما با سميت المجتمعات المتقدمة بالمجتمعات الهرمة بسبب لأن أعداد تزايد أعمارهم عن 60 عاما تزايد أطلق على المجتمعات المتقدمة كالصين مجتمعات هرمة لأنه فئة كبار السن زادت بشكل كبير وملحوظ السؤال الثالث املأ الفراغ في الجمل الآتي ألف المصطلح الذي يصف وفيات لم يتجاوز عمرهم سنة هو معدل وفيات الرضع إذن مصطلح أنا بحكي بطلقه على وفيات لم يتجاوز أعمارهم السنة هو معدل وفيات الرضع با يمثل الهرم السكاني تركيب السكان من حيث النوع والعمر التركيب النوعي والتركيب العمري جيم الدول الأسياوية التي تتبع للدول المتقدمة اليابان اليابان دال يغلب عن النشاط الاقتصادي في الدول النامية العمل في النشاط الزراعي الزراعي ها المصطلح الذي يصف نسبة الأفراد العاملين لعدد الذين لم يتم الإنفاق عليهم هو نسبة الإعالة نسبة الإعالة واو تبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الدول المتقدمة لا يتعدى الخمسة بالمئة إذن الدول المتقدمة الذين يعملون في القطاع الزراعي نسبتهم ما بتتجاوز الخمسة بالمئة أربعة رتم قائمة بأسماء دول متقدمة ودول نامية في العالم بالاستعانة بالأطلس المدرسي خليني أحكي لكم الدول المتقدمة يابان أمريكا فرنسا بريطانيا وكندا اليابان أمريكا فرنسا بريطانيا وكندا أما الدول النامية الأردن السودان موريتانيا لبنان سوريا والعراق والصومال الأردن سودان موريتانيا لبنان سوريا والعراق والصومال السؤال الخامس ما أثر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي للدولة يعني كيف بأثر لما يكون عند زيادة كبيرة في السكان على النمو الاقتصادي الله أكتب الآثار الإيجابية وجود القوى البشرية العاملة وزيادة الإنتاج يعني بحكي لك من وجهة نظر الأثار الإيجابية أنه لما يكون عندي زيادة كبيرة بالسكان رح يتوفر عندي قوى بشرية عاملة بشكل كبير بالتالي رح يصير عندي زيادة بالإنتاج أما من ناحية الآثار السلبية فهو الضغط على الموارد والخدمات وعدم كفايتها وقد تحدث البطالة وترتفع أهباء الإعالة فهو الضغط على الموارد والخدمات وعدم كفايتها وقد تحدث البطالة وترتفع أعباء الإعالة يعني لما يكون عندي زيادة كبيرة بالسكان رح يصير عندي ضغط على موارد الدولة رح يصير عندي على الضغط على الخدمات زي مثلا رح يصير عندي ضغط مثلا على المستشفيات رح يصير عندي ضغط على المدارس رح يصير عندي على المنشآت وعدم رح تبطل تكفي هالموارد اللي عندنا رح يصير عندي بطالة لا يصير عندي ناس كتير وابطل اني اقدر اوفر لهم فرص العمل ورح تحترتفع عندي اعباء الاعالة هيك احنا بنكون كمنا يا سابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته